ليه الأهل يستنى لحد النهاردة عشان يعلي لنسحوه من كاس الرابط؟ هو كيكده الأهل يعرف أنه لعب سوبر أفريكي ودولي أفريكي وكاس عامل عندية ودولي أبطال أفريكيا ودولي وكاس كنا عارف الجدول ده كله من بدري ليه استنى لحد النهاردة عشان يعلي لنسحوه من كاس الرابط وهي خلاص تفضلها تقريباً يعني حوالي أسبوعين ثلاثة أسابيع أنت بتستنى دايماً قبل البطولة ما هتبدأ وبتعلم بقى أنت سحبها خلاص يعني أنت بتحدد موقفك أب بطولة أنا ليه أحدد مثلاً أبليها بشوها بين 3 البطولة هتتلاعي بوقت لا بس أنا عارف جدولي مفيش مشكلة يعني هديك مثال أنه الأهلي مثلاً لما كان في بطولة عربية أعلم من بدري قوي انسحبوا منها أول ما تقلل بطولة عربية قال لك لا أنا مش عارف فلعب في البطولة دا تمام ليه الأهلي أول ما تقلل فيك اسربت أعلم مش عارف فلعب فيك عشان أنا عندي جدول مليان شميع نستنى للآخر هم كانوا شايفين أن فيه تقويت معين بالنسبة له هم كنادي أهلي هو دا تقويت المناسب اللي أنا حعلم من خلاله حتى لو أنا عندي جدول بس هو مصطف مفس الكلف كان نظافت تماماً فيك في تنوي شايفك في كاسبابتها عشان طبعاً أسباب اللي الأهلي وضحها في الباني اللي طلع الأمباح بس فالدنيا كانت وضحة جداً